السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت عاملين ايه رجعت لكم تاني وفيديو جديد. وفيديو النهاردة عايز اتكلم معاكم عن اكتر مركات في المنكير مشهورة. وقول لكم اني فيهم اعجبني اكتر. اه طبعا على رأسهم يولو اه مشهور جدا ومعروف ان هو غالي وحلوي يعني ومفيد للضغافر بيقولوا ما بيكسرهاش وحاجات زي كده. طيب اه انا عندي منه التلات درجات دول. وعندي برضو في الارمار جبت منهم التلات درجات دول. وقلت اجرب لوت طويل او بتاعها طويلة ديت. والهم الصغيرين. اول لون عندي من فرلمار اللي هو اف سي تسعة وتلاتين اللي هو الفرشة ده. اولا الفرشة بتاعتها تعتبر وسط مش مش صغيرة اوي ومش كبيرة اوي. فمش عارفة ده هيفيد الناس في حاجة ولا لأ. ولكن انا بشوف ناس بيقولوا انه هو حلو. في ناس بيقولوا انه هو وحش والمفوض ان هي الفرشة تبقى كبيرة عشان يعني من مرة مرتين كده تكوني مليكي الضافر كله. وفي ناس بيحبوا اللي الصغيرة عشان يبقى دقيق جدا. انا واحدة يعني مساحة ضافري نفسها تغيرة. فبحب بصراحة الوسط بتبقى انسب لي. اه المهم يعني ان اللون دوت بصراحة يعني هو فائع جدا زي ما هو بين قدامكم. انا بحاول اه في كل مرة اصور لكم. انا اصبوط الاضاءة. عشان اصور لكم. اوريكم يعني اللون الحقيقي للباكيج. هنا اللون فوشية فاقة زي ما انتو شايفينه كده. وريف توب بارتي يعني هو حفلة. يعني هو وضح ان هو عايز حفلة. ام ما حبتش اللون على ايدي. ما اعرفش حاسيته غمقني. ما حاسيتوش من الانوان اللي بتفتح الايد. انا اصلا درجة بشرتي يعني امحوية ميلة للبيب. اه لكن بصراحة ما حاستوش ان هو حلوة قوي علي. عكس حاجات تانية جربتها. الفورملا نفسها بتاعة المركة دي او اللاين دوت من فلورمار حلوة. آآ كويسة بصراحة. يعني بتنشف بسهولة. آآ ما بتعودش كتير عشان تنشف وما بتنشفش بسرعة قوي. ولكن هي كويسة. عجبتني. آآ غير المركة دي او غير اللاين دوت اللي هو آآ اللون اللي هو الشوكليت دوت انا جايباه آآ بصراحة بينشف بصعوبة جدا. اللاين دوت بينشف بصعوبة جدا. اللي لاقيه ما يجبهوش ولكن اللون حلو قوي. اللون عامل زي الشوكليت بجد. وبعدين عندك اللي هو اللون الاحمر ده طبعا شفت ناس كتير بتشكر فيه. ده رقم اربعة عشر. آآ حلوة على اليد بس اللون الاحمر اللي هو الميل شوية للزرقان. يعني اللون احمر كاتم شوية. غامق حبب. يعني لما بتخطيه تحسي شوية الميل اللي بيتي. آآ برضو بينشف آآ يعني بسهولة مش قوي وبرضو الفرشة بتاعته متوسطة ما هياش رفيعة وما هياش تخينة. آآ بس لازم تحطي طبقتين منه عشان اللون يباين غني يعني. آآ برضو آآ آآ دوت من آآ آآ برضو النفس المركة بتاعت فول كالر. المركة اللي اللي انا بقول لكم عجبتني جدا. اللون بتاعها كويس. فورملة حلوة. اللون ده بيج. تحسيه كده آآ اللون اللي هو ناس سيدات الاعمال كده تحسيه راقي قوي في نفسه. ثمان الفورملة بتاعته حلوة. بيتحط يعني من اول طبقة كده بيبين لون غني جدا. اسمه جونود فسي زيرو ستة. الدرجة دي حلوة جدا. آآ اي حد عايز يعمل فرينش او عايز يعمل لون نود بيج. هي درجتها زي ما هي بين قصاتكو بالزبط. بتبقى حلوة قوي بالزات على البنات البيضة. يعني انا ممكن برضو تغمق ايدي لو انا ما عملت لهاش شغل. يعني مثلا دي عايزة تتحط كده. ويترسم عليها رسمة. يتحط عليها لون. ممكن تحطيها زي ما انا عاملة كده وتحطيها جليتر. آآ بتخلي اليد تنور ساعتها. لكن اللي واحدها كده بتطفي. عايزة حد ايده آآ فتحة جدا. يعني حد من الناس البيضة قوي عشان تبقى ان هي بتبقى حلوة اكتر في اللي هي الحركات بتاعت المنيكير. وزي ما قلتلكم الفرشة بتاعته ووسط. مش مش كده. آآ لكن عجبني جدا ان شايفانه كويس جدا لما بتيجي تشيلها بالاسيتون بيطلع بسرعة. مش بيقعد باي كحد ويسيب لونه. بعدين انا بحب الالوان الفتحة عشان كده عشان لما بتيجي تشيلها بالاسيتون آآ بيتخلي الضوف اللون فيها تحت احتيها مش زي اللحمر بيصبغ. كمان بريتي دوت بصراحة منصحش اي حد ان هو يقرب من عندهم اي حاجة بريتي بصراحة بزيت اللون ده زيرو زيرو تمانية اللون ده وحش قوي. آآ اولا انا عشان اطلع لكم الدرجة دي حتى اكتر من طبقة. وخفيف جدا ومتحسام زي المية وفسفوري فائع قوي 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 مش زي مهوباين خالص يعني. آآ الدرجة دي بقى المشهورة جدا ربعمائة واحد وتسعين من اماندا. حلوة بشكل مش طبيعي. بتبان طبيعية جدا على اليد. بس مش برضو مش الجودة بتاعت اماندا اللي انا كنت متخيليها يعني. من الكلام عن اماندا كنت فاكرة ان انا هشوف يعني اللي ما شفتهش بصراحة. انا شايفها مانيكير عادي. آآ برضو بيتأشار برضو بيجرح عادي جدا. مش حاجة واو بصراحة زي مما بيقولوا عليه. ولكن جودة الفورميلا بتاعته كويسة. والفورشة بتاعته كويسة. يعني بتاعه كويس مش قوي ومش ضعيف. آآ اللون ده عشان يطلع معي كده انا حطيت منه طبقتين. آآ بس هو من اول طبقة برضو بيبان حلو يعني بيبان حلو كده وعارفين متنصد. بس بيحصل معي حاجة جريبة كده بحسه لما بحطه تحسي بيتوزع بيشقق كده الواحد ولازم يحط عليه طبقة تانية عشان تدار التشققات اللي حصلت في الاول. مش عارف انا بيحصل معي انا كده ولا حد تاني. بعدين اللون الاحب الى قلبي وهو اللون ده مات من يولو. انا كنت شفت جهاد كيشو اللي يعرف قناة جهاد كيشو كانت منزلة آآ فيديو وكانت حطة في اللون دوت على دوافرها وانا سألتها عن لون المنيكير وهي مشكورة جوابتني. وقالتلي اللي هو امتين خمسة وعشرين من اللاين بتاع يور اونلي دوت. وعجبني جدا جدا. اولا هو مات بيبانع دوافر انه هو آآ سموز جدا كأن ده لون ضفرق يعني ما بيبانش ان انت حطة اي حاجة. بيبان خفيف خفيف وحلو. وشكله انيق جدا جدا وراقي جدا جدا جدا. كمان اللون ده من يولو حلوة قوي يا بنات اللون اللي هو البني الورنجي شوية كده. آآ مية تمانية وستين درجة حلوة. كمان ده الايد حلوة جدا بتديكي آآ ضاي حلوة كده في الايد ما بتخليش شكل ايدك خامق. آآ ضايها حلوة عارفين. آآ الدرجة دي يعني بجد جميلة قوي وتحسيها بتليق على حاجات كتير. عمنا تشبه الهضان شوية بس على محمر سنة. بجد حلوة قوي اي واحدة نفسها تجيب درجة بني تكون حلوة تكون آآ ما بتغمقشي الايد. الدرجة دي مناسبة جدا آآ من الدرجات اللي هي القفيهات ولكن محمرها شوية كده. حاجة بسيطة. آآ على يعني اندرتون اورنج. كمان الدرجة دي من تشاو الرقم ستة عشرين هي مش زي ما هي بينالكم كده هي اغمق شوية. عم هحاول حطها لكم في اضاءة تانية عشان تشوفوها. آآ المانيكير ده من تشاو كويس وعلى سعره ارخص واحد فيه بتقريبا آآ كويس. اللاين دوت مش وحش آآ يعني زي وزي اي مانيكير تاني انا مش منها اللي بيحب المانيكيرات قوي يعني ما بحطش كتير بس هو حلو آآ الضهي بتاعه جميل مش آآ يعني فيه لمعة كده بس برضو بيتقشر مع اقل حاجان يا لو غسلتي شوية مانيكيران خلاص شكرا لله يرحموا يعني مش آآ مش لونج لاستين جاوي بس برضو بيتشال بالاسطون بسهولة مش بيقعد يكحد كده ويقرفك. هو ده درجة بقى الحقيقية هو تحسيه قاتم كده شوية. بعدين الدرجة دي ودي مثالية للفرنش الدرجة مية واتنين من يولو. برضو نفس بتاع آآ آآ الدرجة دي يا بنات حلوة قوي 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 لو انت عايزة تعملي بتديكي كده زي آآ زي هيا انا حطاها اصلا انا حطاها وحط عليها جليتر في دفري انا الحقيقي مش في اللانا مسكاة آآ حلوة قوي واللانا مسكاة برضو انا حطاها فيها. بص بتدي ده طبقة شفافة كده ابيض خفيف. دول التلات درجات او الاربع درجات اللي انا شايفيهم مناسبين جدا لو عايزة تستخدميهم استخدام يومي حلوين قوي. آآ هتكوني مبسوطة جدا ان انت حطوهم ومش حاسة باي آآ يعني آآ زباط كده على ايدك ان حد مركز في اللون. كنت عايزة وريكو برضو ان الدرجة ديت مهم جدا انت بوقدين بالكم ان الدرجة دي مختلفة عن الدرجة التانية عشان ممكن آآ شكل الباكت جيبانه ان هما الاتنين واحد. بصراحة لونهم مجوة مختلف. هي كمان آآ الاضاهم بينهم شبه بعض قوي. آآ دول الاربع درجات بصراحة اللي انا حبيتهم جدا وحاسيهم آآ يعني جوكر في كل مكان. آآ الدرجات انا وريتها لكوهوت آآ درجة آآ اماندا ربعمية واحد وتسعين ودرجة يولو متين خمسة وعشرين ودرجة آآ فولمار اللي هو نوت جو نوت زيرو زيرو ستة. وطبعا درجة آآ يولو اللي هي بتاعت الفرنش مية واثنين. حلوة جدا عن فكرة لو عايز تعملي بها فرنش على الضفر اللي هو من الجزء الخارجي اللي برا ده بتبقى شكلها ناتشورل قوي ما بتبانش ان انتي حط حاجة مش زي مثلا اللون الابيض التقيل الفائع. يعني هما دول اكتر درجات بصراحة انا حبيتها كآآ ناتشورل يعني. لو حد فيكو آآ عايز يعرف السعر فهما سعرهم من خمسة وثلاثين لغاية خمسين. وانت شطر تكن ساعة بينزل عليهم عروض يعني يولو دايما بيا في حدود الاربعين لخمسين. ما بينزلش كتير اقل من كده. الدرجات بقى التانية اللي هي فقعة شوية هي وردتها لكم برضو خدوها سكرينشوت. لو اكتر لون حبيتوا فيهم هو اللون الاحمر. واللون اللي هو آآ ميل على آآ آآ تشوكليت شوية هو بيديكي تشوكليت غامق قوي. يعني كأنه بني محروق قوي قوي. يعني شوية غامق فهمين. مش فاتح بس هما دول اكتر لونين آآ حسيتهم فتحوا ايديو حلوين. بس يا بنات هذا كان الفيديو يا رب بيكون عقبكو يا رب بيكون استفدتو ان شاء الله اشوفكم تاني فيديو جديد فيديو رحتو احلى. مع السلامة.